اشتركوا في القناة وفي مجارات الغضب الشر العظيم وكم من انسان جار غضبه فوقع في اعمال ندم عليها ندما عظيما ولم ينفعه الندم بعد ذلك فكن بارك الله فيك ممن يتحلى بالحلم ويتحلى بالاخلاق الطيبة والحسنة والمباركة واذا اغضبك اي انسان قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وغير مجلسك وترك مثل هذا الامر ينفعك الله عز وجل اشتركوا في القناة